السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة غيداء المصري لمدرسة زهرة الأشرفية الخاصة اليوم رح نتحدث مع الصف الرابع الحلوين ودرسنا الثالث يا رابع السكان في وطني طبعا هذا درسنا الوحدة الأولى بعنوان السكان في وطني رح ناخد الدرس على جزئين اليوم رح ناخد الجزء الأول وان شاء الله الأسبوع الجاي رح يكون لنا الجزء الثاني للدرس بداية عنوان الدرس السكان في وطني لنعرف مفهوم السكان ومفهوم وطني الوطن هو عبارة عن منطقة جغرافية بعيش عليها مجموعة من الناس حكومهم سلطة طبعا هاي المنطقة الجغرافية تكون عبارة عن أرض وحواليها هواء وفيها ماء طبعا هاي مكونات الإقليم أو الأرض اللي أنا بدي أعيش عليها السكان هم مجموعة من الناس بعيشوا على هاي الأرض إذن الوطن هو عبارة عن مكان جغرافي يبيعيش عليها مجموعة من الناس اللي هم الشاب السكان بيحكمهم سلطة أما السكان العكس هو الأفراد اللي بيعيشوا على هاي الأرض طبعا كان عدد السكان عنا للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2015 في 2015 رابع كان عدد السكان 9.5 مليون نسمة النسمة هي وحدة قياس السكان نسمة وحدة قياس السكان طبعا كان عدد السكان حكينا 9.5 مليون نسمة هدول أعداد السكان أو السكان بشكل عام في الدولة بتوزعوا على مختلف المحافظات وإحنا حكينا إنه الأردن بتكون 12 محافظة والسكان بتوزعوا على 12 محافظة هدول لكن في عندي أماكن أو محافظات بيكون عدد السكان فيها أكثر من مناطق أخرى أو محافظات أخرى مثل المدن الرئيسية ومن هاي المدن الزرقاء وعمان طبعا عمان هي العاصمة وفي عندنا أسباب بتخلي السكان إنهم يتركزوا في منطقة أكثر من الثانية وفي محافظة أكثر من الثانية وهو توافر فرص العمل يعني إنه الإنسان يلاقي شغل يحسن وضعه الاقتصادي وكمان الخدمات المتنوية يعني يكون في خدمات بكثرة وتوافر لهاي الخدمات من كهرباء ومدارس وجسور وشوارع إلى آخره طبعا نحكي هلأ عن أقسام السكان قسمنا السكان حسب العمر حسب الجنس وحسب نماط المعيشة هلأ نيجي نحكي عن السكان حسب العمر يقسم السكان إلى ثلاثة فئات عمرية لهي أطفال شباب كبار السن الأطفال من الولادة حتى سن 15-18 من عدها أطفال 15-18 هي عبارة عن مرحلة البلوغ طبعا أبعد والشباب من الـ 18 إلى الـ 64 يعتبر من فئة الشباب و64 فما فوق يعتبروا من فئات كبار السن طبعا هذول الفئات الثلاثة بيشملوا الذكور والإناث إذن أقسام السكان حسب العمر أطفال شباب كبار السن وهم بيشملوا فئات السكان حسب الجنس الذكور وإناث إذن عندي أقسام السكان حسب الجنس ذكور وإناث أقسام السكان حسب الجنس ذكور وإناث ونرجع نحكي أقسام السكان حسب العمر أطفال شباب شيوخ الآن نتحدث عن السكان حسب نماط المعيشة يعني هم وين بعيشوا وشو نماط معيشتهم عندي بدر ثلاث فئات أو ثلاث أنماط معيشة فيه عندي نمط البادية ونمط الريف ونمط المدينة طبعا البادية أهل البادية بيسكنوا فيها البادية بيكون بيوتهم عبارة عن خيام من الشعر وبيعيشوا تقريبا على رعي الأغنام والإبل تمام؟ الوضع الاقتصادي لهم أو النشاط الاقتصادي بيكون الرعي أما الريف هي عبارة عن قرى أهل القرى بيعيشوا في الريف بتكون مناطق زراعية اعتمادهم الاقتصادي على الزراعة وبيتكون بيوتهم من طوب بتكون بيوتهم من طوب ترتيب طوب فوق بعض يعني ما في عندهم كمان بيوت تكون مستخلة ما في عندهم طوابئ تمام؟ أما المدينة وهو النمط الثالث وهو النمط الثالث للسكان وهو اللي بتركز فيه أعداد السكان كثير في المدينة بتكون عبارة عن مناطق سكنية كبيرة في عندنا عمارات من حيث البناء طبعاً بيعتمدوا في نشاطهم الاقتصادي على الصناعة الوظائف الحكومية الوظائف الخاصة هذا بيكون عندي نمط المعيشة للمدينة إذن يا رابع السكان فيه وطني بتركزوا في المدن الرئيسية لأسباب توافر فرص العمل والخدمات اثنين أقسام السكان حسب العمر أطفال شباب شيوخ أقسام السكان حسب الجنس الذكور وإناث وعندي أقسام السكان حسب نمط المعيشة بادية ريف مدينة هيك بيكون انتهى جزء الأول من درسنا اليوم وإن شاء الله بشوفكم فيديو تاني إلى الجزء التاني من الدرس درس السكان في وطني بتمنى يا رابع ندرس الدرس كتير مني ونحفظ المعلومات اللي فيه موجود معكم هذا تلخيص الدرس هذا فيه ورقة تلخيص اللي استلمتوه اللي بات والي غروب ياتي كمنا فيه وره تلخيص الدرس